السلام عليكم هنتكلم النهاردة عن الانسجة الدامة وتحديدا العضلات الانسجة العضلية طبعا بتتميز بصفة مهمة انها انقباضية انها تنقبض او تنبسط والصفة التانية انها استثارية اي تصار لما بيجي لها اشارة انها تنقبض فبيحصل استجابة من العضلها عندي تلات انواع من العضلات واحد عضلات هيكلية ودي موجودة حول الهيكل العظمي رقم اتنين عضلات ملساء ودي موجودة في جدار القناة الهضمية يعني المريء او المعدة او الاسنع عشر كل ده لغاية نهاية القناة الهضمية بيكون من جداره بتكون من نوع من العضلات الملساء رقم تلاتة العضلات القلبية ودي موجودة في جدار القلب يبقى احنا عندنا تلات انواع عضلات ملساء وعضلات هيكلية وعضلات قلبية العضلات الملساء في التركيب بتاعها تحت الميكسكوب بتكون من ألياف عضلية مفردة موجودة بالشكل ده وأنها بتاعتها بتكون في المنتصف أما العضلات الهيخالية والعضلات القلبية فإن خلاياها أو الألياف بتاعتها ما بتكونش سنجل مفردة هنا زي العضلات الملساء دي مفردة منفردة كده أما العضلات الهيكلية والعضلات القلبية فبيشتركوا أنهم بيكونوا الألياف بتاعتهم بتكون في شكل حزمة حزمة دي حزمة عضلية وهنا كمان في القلبية دي حزمة عضلية الفرق بين العضلات الهيكلية والقلبية أنه بتكون الحزمة مستقيمة زي ما عنا شايفين كده أما هنا بتكون الحزم فيها بعض التفرعات. يبقى هنا الحزم بتكون مستقيمة. اما في العضلات القلبية بتكون متفرعة. الفرق كمان ان انا عندي النواة بتكون موجودة في المنتصف في العضل القلبية. اما هنا بتكون النواة الترافية في العضلات الهيكلية. كمان في تركيب موجود في العضلات القلبية. اهو موجود هنا كده. ده اسمه او نسميهم دي ابرة عن اقراس بينية. اما هنا ما فيش حاجة اسمها اقراس ايه بينية في العضلات الهيكلية. اذا انا عندي اه تلات انواع عضلات ملساء بتكون الياف منفردة وعضلات هيكلية في شكل حزم ذات انوية طرفية. اما الاقراء اما العضلات القلبية بتكون حزم عضلية متفرعة والنواة بتاعتها او النواة الخاصة بيها بتكون في المنتصف. وبها اقراس بينية. بعد كده بنشوف اه مقارنة سريعة بين العضلات الهيكلية والملساء والقلبية. من حيث المكان طبعا دي موجودة حول الهيكل ودي موجودة في الاحشاء جدار القرونة الهضمية. ودي موجودة في اللي هو جدار القلب. اه طبعا هما الوظيفة الرئيسية بتاعتهم بتختلف بحسب المكان. اه ازا كان في القلب فهي عبارة عن ضخ الدم. اه اما لو كانت في العضلات الهيكلية فهي وظيفتها الحركة للعزام والمفاصل عند المفاصل يعني. وهنا في اللوكات العضلات اللي هي الملساء في بيكون وظيفتها الاساسية هي حركة الاحشاء هي الحركة الدودية عشان امرار الطعام. بعد كده على مستوى الخلية هنلاقي من حيث التخطيط ان هنا دي ده التخطيط هل هي مخططة او لا. فهنا هنلاقي ان دي مخططة العضلات الهيكلية اما الملساء بتكون غير مخططة والقلبية بتكون مخططة. من حيث ان انوية دي بتكون عديد انوية ودي بتكون اه زاة نواة واحدة. ودي زاة نواة واحدة. اه كمان اه بنلاقي بعض اللي هي التركيب الخاصة زي اللي هو الانبيب المستعرضة. بتكون موجودة هنا في العضلات الهيكلية. وبتكون مش موجودة هنا. وهنا بتكون موجودة في شكل أقراس بينية في العضلات القلبية برضو فرق الأساسي اللي هو مدقف كنترول أو طريقة السيطرة التحكم فدي بتكون إرادية وطبعا عضلها الهيكلية ودي الملساء بتكون لا إرادية وكذلك القلبية بتكون عضلات لا إرادية كمان كفرق بينهم من حيث الإنكباض هتلاقي هنا في العضلات القلبية الهيكلية بلناها بتنقبض بشكل سريع بتنقبض واسترخاء وانقباض بشكل سريع أما بتكون بيكون الانقباض والاسترخاء بيكون بشكل بطيء وذاتي وكمان هنا بيكون في القلب بشكل إيقاعي شكرا لحسن استماعكم ونلتقي في الدرس القادم والسلام عليكم